اتكلمت فيه كذا مرة قبل كده مش بشكل شخصي بشكل عام ودلوقتي بتكلم عنه بشكل شخصي وبشكل عام وهو موضوع ومش عايز السادة الصحفيين المتخصصين في مجال الفن يزعلوا مني عندنا نموذجين نموذج للي حصل ونموذج تاني لبعض القنوات والمواقع اللي قاله احنا مش هننقل جنازات على الاطلاق احتراما للمصاب لأي أسرة يعني لفنان ويعني احتراما لحرمة الموت كان استرق الشيناوي كاتب مقال جميل جدا الحقيقة قال انه اللي بيحصل مش مظبوط وعلى النحية التانية انه ما يتمش التوثيق برضو مش للدرجات لانه لو لا التوثيق ما كناش نشوف جنازات زي الجنازات الكبيرة السيدة مكلثوم الرئيس جمال عبدالناصر مشهيد كتير جدا عبدالحليم كتير جدا يعني فيمكن التوثيق بيبقى مفهوم لنجوم ليهم رصيد كبير جدا عند جمهور جمهورهم في مصر والوطن العربي انما التنظيم ضروري وهنا الحقيقة كمان الموضوع لا اخص بيه فقط الصحفيين ليهم كل الاحترام والتخدير وزي ما قلت اتمنى ما يزعلوش مني لانه انا مش هلومهم شغلهم انهم عايزين يوثقوا ويرصدوا ويصوروا وينشروا فيش مشكلة انما في اعتبارات انسانية لازم تتحط لازم تبقى موجودة هدي لحضراتكم نموذج لما كنا بننتقل من الجثمان من المستشفى الى المسجد هل تتخيلوا حضراتكم انه كان هيحصل كذا حدثة في الطريق بسبب التصوير بسبب انه في حد ساء عربية وحد جنبه بيصور قد يكونوا صحفيين قد يكونوا مواطنين الاغلب انه ده تصوير صحفي الطريقة بتقول يعني والعربية بتاعة اللي كنا راجبينها الازاز بتاعها متفايم فبيحدفوا عشان يقربوا يحاولوا ياخدوا اي لقطة من جوة ما جابتش ومطالعين قدام العربية ويبطقوا عشان مش كده مش كده طيب لما رحنا الى المدافن هل من المنطق هل من المنطق انه يبقى فيه عنف وتعدي لدرجة انه يحصل خنائت يا جماعة احترموا اللحظة احترموا الموقف احترموا الاسرة احترموا الظروف طيب على المستوى المواطنين بقى كمان لعنة الترند بقت مسيطرة على الناس حقيقة قصة التليفون اللي بكاميرا ده مشكلة في المواقف اللي زي دي لانه على فكرة كان فيه من الصحفيين والمصورين الصحفيين ناس محترمة جداً جداً ملتزمين فين في مكانهم محدد انما على ذكر المواطنين عشان بس برضو بعض المواقع الصحفية قالت ان رمي ردوان وقى هاتف صحفية هي ليست صحفية وده مش من طبيعتي بس خلينا احكي لكم الموقف ويعلموا الله واشهدوا الله لها زود ولا هنقص من تفاصيل القصة انا خارج من جوه عشان اطلع برا اخد العزة يعني خارج من جوه المدفن نفسه بمر من البوابة عشان اروح اخد العزة فوانا ده خارج مش عارف اخرج من كتر الزحمة وفيه ست فجأة لقيت عمالة تزقني عشان عايزة تدخل فقلت انا من فضلك مفيش مكان جوه المكان زحمة جداً قالت لنا بحبها قوي قلت لك قطر خيرك وهي بتحبك وكلكم ممكن تدعي لها من هنا قالت لحاضر بل تفت يساراً عشان نفس الموقف حد كان عايز يدخل فبستأذنهم انه جماعة فعلاً مفيش مكان جوه فبستأذنك بس انه يعني المكان يفضى طيب شوية وبعدين ناس تخرج وتهش الناس اللي جوه مش عارفة تخرج يا دوبك ببص يمين لقيت اللي كانت بتدعي وليها كل الاحترام والتقدير انها بتحبها وعايزة تخش تقرالها الفتحة وتدعيلها مطلع على التليفون وعايزة تاخد اي لقطة من جوه يعني هل دي لحظة تستدعي الكدب كل هدفك انك تدخلي جوه عشان تصوري اي حاجة فلاق إراضيا ومن غير تفكير اتعصبت وشديت التليفون ورميت التليفون وقعدت أقول لها حرم عليكم مش كده الجماعة حرم عليكم احترموا اللي احنا فيه ومشيت وبدأت أخد عازل الناس وبعدين لقتها معدية من قدامي فبصراحة شديدة روحت لها وقلت لها حدك لقيت تليفونك قايت لي اه قلت لها طب التليفون حصل في حاجة قايت لي لا قلت لها طيب الحمد لله اعذريني بس ما يصحش قايت لي يا ابني خلاص حصل خير وهي سيدة مش صغيرة عارف يعني مش فتاة يعني سيدة مثلا في الاربعينات أو الخمسينات من العمر وبتعمل كده فقلت لها يعني أنا آسف بس يعني اعذريني ولازم تقدري الموقف يعني ما يصحش اللي حدك عملتي ده قايت لي حصل خير وما حصلش حاجة يا ابني وما حصلش مشكلة حصل كذا خناقة وهتلاقوا طبعا الفيديوهات على سوشيال ميديا ومواقع صحفية الفنان فلان فلان يعمل كذا والفنان فلان فلان يعمل كذا وليه ده بيحصل لانه في ناس مش محترمة الموقف مش محترمة اللي بيحصل مش محترمة الظروف اللي الأسرة فيها يعني في أي أسرة بتفقد عزيز بيبقى موضوع قاسي طيب ما بابلكم أننا فقدنا اتنين في ثلاث شهور يعني الألم أكبر نراعي ده بقى نراعي ده فهنا في هذا الإطار عشان ما نبقاش بنقول كلام وخلاص أولا تاني بكرر رسالة شكري لكل المحترمين الملتزمين على رأسنا من فوق إنما الموضوع محتاج تنظيم والرسالة هنا إلى مش عايز أقول نقابة المهنة التمثيلية الحقيقة دكتور أشرف زكي بزل مجهود كبير جدا في الجناستين عشان يحاول ينظم إنما رسالتي إلى المجلس الأعلى للإعلام والهائة الوطنية للصحافة والهائة الوطنية للإعلام ليه بألقي يعني المهمة دي على مسؤوليتهم عشان ممكن حد يقولك طب ما أسرة المتوفي هم اللي يزبطوا ده اديني عقلك والواحد بيكون في إيه ولا في إيه صعبة مستحيلة إنما هذه المجالس الموقرة برؤسائها المحترمين أرجو منهم إنه بقى فيه تنظيم يعني في الفترة اللي كان فيها بيسمح بالعزاء في القاعات كان فيه وصلنا لمرحلة تنظيمية محترمة جدا إنه بيبقى فيه كردون موجود ومكان واقف فيه الصحفيين والمرسلين وكاميرات التلفزيونية على المدخل عشان ما يبقاش فيه حالة الهرج والمرج ده اللي بتبقى موجود يعني أو الهرج والمرج أو العبث اللي بيبقى موجود لازم في الموضوع الدفنة ده يبقى برضو موجود شكل تنظيمي يحقق التوثيق والنقل الصحفي والإعلامي من ناحية ومن ناحية التانية يبقى فيه احترام لخصوصية وهيبة وحرمة الميت فنبقى اللي اتنين تحققوا هل ده مستحيل لا مش مستحيل يعني ممكن إنه هو يحصل فأرجو من المجلس الأعلى للإعلام الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار لأنه ما بتكلمش هنا بشكل شخصي بتكلم بصفة عامة كل الشكر والاحترام والتقدير للمواقع والقنوات يعني زي قناة تن وموقع وشوشة اللي قال له يا جماعة احنا مش هننقل حاجة احنا هنحترم اللحظة كل الشكر والتقدير ليهم ده موقف إنما هتطافق مع أستاذ طارق الشناوي إنه في ناس ليهم جمهور كبير جدا يمكن مش قادر يحضر بيبقى عايز يتابع في لحظة ممكن تبقى مهم توثيقها للتاريخ فيحصل التوثيق بما لا يخل ب يعني الحالة اللي بتبقى موجودة اللي لازم يبقى فيها خشوع وسكينة واحترام لأسرة المتوفي إنهم بيبقوا عايزين اللحظة دي إنهم يدعوا فيها يعبروا عن مشاعرهم مش عايزين يسمعوا صوت عالي مش عايزين يسمعوا خناقات هل تعلموا حضراتكم إنه في وقت جنازة أستاذ سمير في لحظة إن احنا هنستعد ل يعني نقل الجثمان إلى مثواه الأخير نلاقي حد طالع من فوق المقابر وعايز يصور اللحظة دي إيه ده إيه ده حد شافه أخد منه الكاميرا كان رد الفعل إيه رايح يجيب شوم عشان عايز يضرب اللي أخد الكاميرا يا خبر إيه ده هو فيه كده فيه جبروت كده فيه ناس مشاعرها الإنسانية مش موجودة للدرجات دي منعدمة للدرجات دي طيب أحوال الأسرة لو هطلب من حضراتكم أو كنا بنطلب دايما الدعاء فالنهار ده أنا أطلب من حضراتكم ولو إنه ده كتير بس الزيادة الخير خيرين زي ما بيقولوا الدعاء بالرحمة والمغفرة الأستاذ سمير وأستاذ دلال ربنا رب يسكنهم فسيح الجنات في منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب وأرجوكم كمان أن تذكروا في دعائكم دنيا وإمي يا رب ربنا يثبتهم ويصبرهم ويدخل السكينة والهدوء والرضى في قلوبهم وعقولهم الحمد لله ده موجود ويعني ربنا يكرمنا ويتعزز أكتر عشان المصاب جلل فعلا اللحظة صعبة قوي قوي صعبة على أي حد وصعبة عليهم تحديدا كمان لأنه بعيدا عن الفن بقى احنا بنتكلم على أسرة مصرية متربطة جدا حبوا بعض جدا كل واحد كان بيشيل تاني من على الأرض شيل علاقة أسرية زي ما الكتاب بيقول فأرجو أن تدعو كمان لدنيا وإمي وربنا يقدر حسن ويقدرني ويقدر أبويا وأمي وكل الأحبة والأسرة أن احنا نملة ولو جزء مش هقدر نقول أن احنا هنملة كله طبعا مستحيل نملة ولو جزء أو نكون خيره داعمين ونقدر أن احنا نقف جنبهم ونمر من هذين ما احنا بسلامه يا رب يعني يجعلها آخر الأحزان يا رب يجعلها آخر الأحزان زمايلي كانوا بيتواصلوا معايا مبارح وأحمد مبابي رئيس التحرير بيتطمن علي أو كده وأنا مكنتش مخطط ومش عارف وأنا هاجي البرنامج ولا مش هاجي ولقيتني بقوله أنا معاكو بكرا إن شاء الله قال لي يعني بجد وقلت له بإذن الله وأنا بصراحة ما حسبتهاش بس تقدروا تقولوا كده هو يمكن الموضوع يكون هروب عايز أشغل نفسي عايز أحاول أعمل أي حاجة تطلع يعني تطلع الواحد من الموت بتاعه خصوصا إن احنا هنا مش بنتكلم على حزن فقط إنما رحلة بقالها أربع خمس شهور شاقة جدا فوق ما أي حد يتخيل فوق ما أي حد يتخيل الحمد لله على كل شيء ويمكن كان واجب علي للرصيد الكبير اللي موجود في قلوب حضراتكم لنجمين كبار الناس بتتعامل معهم ومع خبر رحلهم مش بأنهم نجوم إنما بأنهم أفراد من الأسرة كان واجب علي كمان أكون موجود مع حضراتكم النهاردة فمرة تانية بطلب من حضراتكم تدعو لهم وتدعو لبناتهم ويا رب يا جعل أخي الأحزان يا رب